اشتركوا في القناة ويكون محور النقاش في هذا العدد مع ضيفينا لهذا العدد ويتعلق الأمر بكل من أمين أكساس مدافع فريق مولودية الجزائر أمين أكساس شكرا جزيلا على تربية دعوة تلفزيون النهار مساء الخير نشكركم على الدعوة هذه شكرا أمين أكساس كمان نتشرف باستضافة سيد عبد الكريم مدور ناطق رسمي لفريق جمعية شلف سيد عبد الكريم مدور شكرا جزيلا على تربية دعوة تلفزيون النهار شكرا لكم على هذه الدعوة ونشكر قناة النهار تيفي الاستضافة للعدد الأول في الحصة العدد الثاني في الموسم الجديد سيد عبد الكريم مدور أمين أكساس خلونا في البداية نروحوا لأول ركن وهو حدث الأسبوع حدث الأسبوع مشاهدين الكرام كان إجراء مباراية الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى والتي عرفت تسجيل لعديد من الانتصارات خارج ديار ويتعلق الأمر في البداية بفريق وفاق سطيف حامل لقب الذي تمكن من العودة بثلاث نقاط من عنف كارون صعيد جديد هذا الموسم نبدأ معك عبد الكريم مدور نتيجة هذه هل كنت توقح أنت كعضو فعال في الكورة الجزائرية في البطنة الوطنية أنه حامل لقب فريق وفاق سطيف يبدأ جيدا ويعود بثلاث نقاط من عنف كارون أكيد لقب فاق سطيف حاليا ستكون في اللقاءات الإفريقية وبدأ التحذير مبكر مقارنة بالفرق الأخرى وخاصة فريق عين الفكرون ولا فريق الأربعاء ولا فريق المبتب جاية ليسعدوا لأول مرة في تاريخهم ونرحبو بيهم في الكسم الوطني الأول مقابلة كانت صعبة أكيد لأن فريق سعد جديد وملعبش في ميدانه وفريق يعني بلان كومبيتيسيون وبالخيبرة تاعو نظن نتائج نقوله منطقية يعني الأسباب اللي ذكرناها ولو أن المقابلة الأولى ما هيش مقياس وما هيش مهيار لأنها هي بداية البطولة أتذكر جيدا عندما نهزمنا بربعة واحد في بجاية ومن بعد هذه المقابلة يعني بدأت النتائج الإيجابية ودرنا موسم رائع واخذينا أول بطولة احترافية ضمن لهذا الأسباب أتذكر دائما لقاءات يعني في بعض الأحيان نربحوا لقاءات الأولى ويكون عندنا مشاكل على غير الموسم الماضي إذن هذا سؤال جيتنا نطرحه في الحصة سيد عبد الكريم مدورت وأكل أن المباراية الأولى ما هيش حاسمة يعني ما تكشفش عن نية الفريق لرح يلعب الأدوار الأولى أو رح يلعب على السقوط أبداً نحن العمليفات المقابلة الأولى ربحناه في ميداننا ولعبنا يعني درنا موسم كارثي وعطيت لك المقابلة بالجاية وأمثلة كثيرة أكيد الفريق اللي يربح أو المقابلة يتمنى باش يمشي على نفس المنوال من أجل نتائج أحسن وأفضل ولكن كرة القدم دائماً عودتنا بمفاجآت ونظن اللقاءات الأولين ما هيش مقياس حقيقي ربما ثلاث نقاط اللي تعزز راسيتة أي نادي كان وتخليه يائما يروح مع النتائج الإيجابية ولا يعني بعض الفريق اللي تقول ربح المقابلة الأولى وعندي فريق كبير ومبعا تتفاجأ بالنتائج السلبية في المقابلات لتالي المقابلة الأولى المقابلة الأولى أمن أكساس فريق آخر تمكلم العودة بالنقاط الثالثة من خارج الديار هو الفريق تعكون فريق مولودية الجزائر أمن أكساس أنت كلاعب في الفريق كنت توقع أنه المولودية رح تبدأ جيداً بوطولة الوطنية يعني تيبر أنه الفوز في ملعب الوحدة المغاربية أمام فريق شبيب الجاية ماوش بالأمر الهيئ